تستعد مدينة الإسكندرية للاحتفال بفعاليات يوم المدن العالمي والذي تستضيفه في الحدي والثلاثين من أكتوبر الجاري وذلك في إطار استعدادات الدولة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر في مدينة القاهرة هذا ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول الكلمة الرئيسية في الفعاليات ومشاركة رئيسية لوزيرة التنمية المحلية إلى جانب وزراء الإسكان والبيئة والشباب والرياضة والتعليم العالي في الجلسات بالإضافة إلى الوفود الدولية المشاركة الممثلة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الدولي والكلمات التفاعلية لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب ووكيل الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمنصق المقيم للأمم المتحدة في مصر